لماذا لم يتم دراسة هذا الأمر سابقا؟ وانتظرت مفتحتنا لكم بالموضوع كون من شأن هذا الأمر أن يوضح ويكشف لكل الشعب اللبناني حقيقة ما حصل في المرفأ لناحية ما إذا كان الموضوع تفجيرا أو انفجارا أخبرني حضرة القاضي أنه انضغط كثير وصار مبين أنه كأنه ما بده يستدعي حدا وأنه رئيس بلدية أو شرطة بلدية ما وقفت عليه فإن سؤالنا لحضرة القاضي هل ما يحصل الآن هو تحت الضغط؟ ثم السؤال الأهم من هم الأشخاص أو الجهات التي تضغط عليك؟ أما الصدمة القبرى في كلام حضرة القاضي فهو أنا عرفت كل شيء وأعادها أكثر من مرة والباخرة روسوس كيف دخلت؟ وهل هناك مؤامرة أو خارجة عن المؤامرة؟ أنا لدي هذه المعلومة وبالدليل القاطع والكلام لحضرة القاضي طلب مني حضرة القاضي التواجه برفقة من أريد من أهالي الشهداء إلى طرفه في العدلي الأسبوع القادم لنتحدث وجها لوجه قائلا أحسن لتحكي على التليفون ويلي بدكني بصير ونشوف شو بنعمل وعليه فإنه ومع احترامنا لحضرة القاضي كيف له أن يقول لنا في جريمة بحجم تفجير المرفأ طعو منحكي ويلي بدكني أبلغني حضرة القاضي أن نتيجة التحقيق التقني نشرته قناة الألبسي ومخابرات الجيش بالإضافة إلى كلام آخر تحدثنا به سويا لسنا الآن في معرض ذكره بناء على كلامي القاضي بطار فقد تكونت لدينا انطباعات سيئة للغاية حول مسار التحقيق وبتنا مصدقين أن التحقيق يشبه التسييس والاستنسابية كونه في حال لم يكن الأمر كذلك فلماذا لم ينشر نتيجة التحقيق التقني إن كان لهذا الأمر مخارجه القانونية فهذه نقطة جوهرية جدا ولماذا لا يعلن لمن هي الباخرة وكيف دخلت وهذا سؤالنا منذ فترة طويلة بالإضافة إلى أن حضرة القاضي أقر ولو بشكل غير مباشر بصحة ما نشرته محطة الألبسي ومخابرات الجيش عن نتيجة التحقيق التقني وبالتالي فإن سؤالنا هو كيف علمت قناة الألبسي ومخابرات الجيش بهذه النتيجة ومن قام بتسريب النتيجة أخيراً أخبركم أنه لن يكون هذا الكلام هو الأخير مع الشعب اللبناني وللحديث صلاة ترجمة نانسي قنقر